كأنه هم وأزيح عن صدر المجتمع الدولي كافة فما إن أعلن الرئيسين الروسي والتركي اتفاقا حول إدلب وقبل أن يعلن عن تفاصيل الاتفاق تسارعت ردود الأفعال للترحيب وإبداء الدعم الخارجية الأمريكية وصفت توصل تركيا وروسي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب بأنه بارقة أمل لتخفيف الأزمة الإنسانية في المنطقة وأبعال الخطر القائم بيان الخارجية الأمريكية يعتبر الجزء الأهم الآن هو مدى التزام الأسد وداعمه بوقف إطلاق النار الدائم المنصوص عليه في الاتفاق وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة تنتظر إجراء لقاءات محليفتها في حلف شمال الأطلسي تركيا للاطلاع على تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بدوره رحب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بوقف إطلاق النار في إدلب بوصفه بأنه يظهر حسنانية لكنه حض في نفس الوقت على إصال مساعدات إنسانية للاجئين وزير الخارجية الهولندي هو الوحيد الذي غرد خارج السرب الأوروبي بتركيزه على ضرورة تعزيز وقف إطلاق النار في إدلب من خلال إقامة منطقة حزر طيران لمنع تعرض أي مشفى للقصف الأمر الذي سيسعى إلى إقناع كل أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بضرورته لخماية سبل حياة المدنيين في إدلب بعد أن أطلقت الأمم المتحدة المناشدات لوقف المعارك انتقلت المنظمة الأممية لإطلاق التمني لاستمرار وقف إطلاق النار فأمينها العام أنطونيو جوتيريز أعرب عن أمله في أن يؤدي الاتفاق الروسي التركي إلى وقف دائم للعمليات القتالية مذكراً بالمعاناة التي يتحملها سكان الشمال السوري داعياً للعودة إلى العملية السياسية بهدف وضع حد للحرب فيما خل بيان المؤسسة الأممية من أي إشارة إلى كيفية إيقاف معاناة المدنيين أو سبل تطبيق الحل السياسي